اكد صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليف والي العهد نائب القائد الاعلى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء اكد على ما يربط مملكة البحرين والمملكة المتحدة الصديقة من علاقات متينة قائمة على التعاون الثرائي المشترك والتي تمتد لتاريخ العريق تم من خلالها تحرق العديد من المنجزات للبلدين الصديقين على كافة الاصعدة جاء ذلك لذا لقاء سمو يحفظه الله بقص الرفاع اليوم مع سعادة السيد سايمون مارتن سفير المملكة المتحدة لدى المملكة حيث اعرب سمو عن تقدير لما يقوم به سعادة السفير من دور في سبيل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين منوها سمو باهمية تعزيزه نحو افاق جديدة من التطور بما ينعاكس على القطاعات المختلفة خلال اللقاء استعرض الصاحب السمو الملكي وللعهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس روزراء مع سعادة السفير البريطاني تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية وهمية استكباب الأمن والاستقرار التي تسعى لتحقيقه مملكة البحرين والمملكة المتحدة إلى جانب الدول الشهيقة والصديقة